ما المهارات الأساسية للتعبير الشفهي؟ هناك العديد من التصنيفات التي حاولت أن تصنف مهارات التعبير الشفهي سوف نتوقف أمام أحد أشهر هذه التصنيفات وهو تصنيف يرى أن المهارات الأساسية للتعبير الشفهي تضم أولا مهارات تتعلق بالجانب الفكري والتنظيمي تشمل هذه المهارات استهلال الحديث بمقدمة مشوقة جاذبة لانتباه السامع استفاء العناصر الأساسية لموضوع التعبير ترتيب الأفكار ترتيبا مناسبا للموضوع ولحال المستمعين التعبير عن الأفكار بوضوح ومنطقية استخدام أدلة متنوعة لتدعيم الأفكار المطروحة استخلاص النتائج من الأسباب بشكل منطقي سليم تعدد الأمثلة مع الاحتفاظ بالفكرة الأساسية التي يعرضها المتحدث تقديم حلول ومخترحات تناسب طبيعة المشكلة المطروحة ختام الموضوع بخاتمة مشوقة أما النوع الآخر من المهارات فهي مهارات تتصل بالجانب اللغوي وتشمل استخدام كلمات مناسبة للسياق التعبير بكلمات محددة الدلالة استخدام جمل صحيحة من حيث التركيب التنويع بين أنماط الجمل المستخدمة استخدام جمل تعبر عن المعنى تعبيرا وافيا وشاملا هناك أيضا مهارات الجانب البلاغي التي تركز على توظيف الصور البلاغية التي تخدم المعنى واستخدام ما تتيحه اللغة من طاقات وإمكانات إبداعية للتأثير في المستمع من جناس وسجع وتشبيه وكناية واستعارة ومجاز مع توظيف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأبيات الشعر العربي والحكم والأمثال التي من شأنها أن تقنع المستمع بالرسالة التي يود المتحدث أن يبعث بها إليه هناك أيضا المهارات التي تتعلق بالجانب الملمحي الأدائي وهذه المهارات تشمل الصوت الواضح الثقة في النفس استخدام الطبقة الصوتية المناسبة للمقام استخدام السرعة المناسبة التمييز في النطق بين الظواهر الصوتية المختلفة أيضا القدرة على استخدام تعبيرات الوجه والإماءات المناسبة والحركات والإشارات التي تجذب انتباه المستمعين إليه إذن مهارات التعبير الشفهي تغطي جوانب الفكر واللغة والبلاغة والأداء وهي بذلك تعبر عما يمكن أن نطلق عليه الحديث بشكل مثالي ترجمة نانسي قنقر